خليني أدخل في اللقاء المنتظر وقبل ما أتكلم عن الكرة وقبل ما أتكلم على مطش بكرة هتكلم على ليلة المباراة بالتأكيد يعني على مستوى الاستعداد الفرقة كلها والتيم كله بيشتغل فترة طويلة قبل المطش بس بيظل أو تظل يوم قبل المباراة ده ليه حسابات تانية على مستوى الجماعي وعلى مستوى كل لاعب بيبقى مركز وبيفكر وشاغل باله هيعمل إيه بكرة فكلموني كده على الليلة اللي بتزبق المواجهات الكبيرة بالزيت طحيح يعني هو نحن تعودنا في النهاية لأنه دايما يكون القائد اللي هو نحن نكلم دوقتي عن الشناوي عن عمر السلية اللعبة كبار وليد سليمان طبعا بيكون لهم دور كبير قوي في تجميع اللعبين في قبل المباراة الحاسمة ده خاصة لما يكون مباراة بطولة خلاص يعني مباراة تسعين ديئة ان شاء الله ندلاه ليحسم هذه المباراة و هذه البطولة بإذن الله ولكن ليلة المباراة فعلا اللعبة الكبار في الفرقة بيفرق كتير جدا جدا في تجميع اللعبين والتركيز الشديد جدا تقدر تركز بقى فخلاص يعني فاضل كام ساعة عشان تقدر تاخد بطولة تحسمها لبطولة للنادي الأهلي وبالتالي بكل يوم دور كبير جدا جدا على المستوى الشخصي طبعا كل اللعب يكون ليه زي ما قلت لك كده دايما نحمد كل اللعب ليه طريقة في التركيز يعني أحيانا بتشوف اللعب يركز بأنه يخرج بره التنشنة بتدي يهرق شوية بتدي يهزر شوية ولكن معظم اللعبين في مصر تحديدا بيكون التركيز هو أنه موجود في غرفته يعني بيعرق قرآن أو أنه بيصلي أو أنه بينام بدري شوية بيركز أكتر في المباراة بهذا الشكل ولكن بالتأكيد كل المباراة بيكون لها لمعظم اللعبين في مصر كابتن هل كان بيخرج يصهر غالبا لا فعلا زي ما قال كابتن أشرف فعلا طبع اللعب المصري وخصوصا أن أنت لما بتحطه في معسكر أو بيبقى تحت سبوت معسكر فخصوصا دي كانت حاجة إيجابية بشوف الندي الأهلي عملها أنه راح قبل المباراة بربع تيام بحيث أنه عيش الأجواء هناك وأنهما يبقى فعلا زي ما قال كابتن أشرف أنهما فيه لعيبة كبيرة عليها مسؤولية وخصوصا دي اللي احنا كنا متكلم فيها مع حضرك قبل كده على موضوع قط اللحسي لعيبة كبيرة اللي هدور كبير جدا أنهما يجمعوا اللعيبة اللي بيغلب على المعسكرات دي قاعد اللعيبة مع بعض التجمعات حتى ممكن تلاقي اللعيبة كلها قاعدة في قوضة واحدة متجمعين بيقربوا قرآن أو بيقربوا بيقربوا من بعد أكتر وخصوصا تكلم في تلاتة أو أربعة تيام دي كافيا اللعيبة تقرب من بعد خصوصا في ليلة المباراة في ليلة المباراة أكيد كله بيبقى ملتزم في فقوضه اللعيبة زي ما قلت الحضر كابل كده عندهم مقاومات البطولة دي اللي مطمنا كل جماهير النادي الأهلي وكمان منحصنا الحظ أنه البطولة دي كانت بعد كسل العرب يعني أنت كنت تكلمه على دور اللعيبة الكبيرة والحقيقة مش بس اللعيبة الكبيرة بحكم المشوار في النادي الأهلي لكن حتى اللعيبة الكبيرة بحكم المكانة عندنا أكتر من قائد عندنا بدر بنون حقيقة يعني أقدم دور رائع كقائد منتخب المغرب في البطولة علي معلول مع تونس نفس الحكاية بتهيأ لي الخبرات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة ميزة من موايزات أغلب عناصر فرقة النادي الأهلي